السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله البنك المركزي طمئن الموظفين بعدم موجود اي توجه لتخفيض رواتبهم فيما اشار الى رفضه ترهيبهم مع ضرورة ان يكون هناك اطمئنان عام لهم وقال نائب محافظ البنك المركزي احسان شمران الياسري ان البنك المركزي استقرأ الوضع الاقتصادي من عدة زوايا حيث ان الموارد النفطية قائمة وهناك توجهات للحكومة على خلفية اصدارها الورقة البيضاء بتحسين ادوات السلطة المالية والتي هي الجمارك والجبايا والضرائب والاداء النوعي في الموارد الاخرى مبينا ان اسعار النفط الان معقولة واضافة ان ارفض ترهيب الموظفين بوجود تخفيض للرواتب ويجب ان يكون هناك اطمئنان عام مشيرا الى ان الحكومة القادمة لو تصرفت برشادة فان الموظفين الذين يتلقون الرواتب باعانات ورواتب تقاعدية من الدولة وهم اكثر من سبعة ملايين ومرتبط به خمسة اشخاص على الاقل من الصعب التفكير بالتعرض لهذه الشريحة التي تبلغ نحو 35 مليون شخص البنك المركزي يسحب رخصة شركة للدفع الالكتروني تابعة لمصرف تجاري اعلن البنك المركزي سحب رخصة شركة للدفع الالكتروني تابعة لاحد المصارف التجارية لمخالفة التعليمات وقال البنك في بيان انه تقرر سحب الرخصة الممنوحة لشركة نوافذ المعلومات للدفع الالكتروني المالي وتقنية المعلومات محدودة المسئولية مفتلط والمملكة للمصرف العراقي للتجارة واضاف البنك ان سحب الاجازة جاء لعدم امتثال الشركة لمتطلبات وشروط الترخيص على الرغم من منحهم مدى الزمنية طويلة